هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم قد وصل بحفظ الله ورعاية هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد مملكة البحرين إلى اجتماع القبة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لدى وصوله بالتصريح التالي يسعدنا ونحن نصل إلى بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية أن نعرب عن خالص الشكر والامتنان إلى أخينا خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله ورعاه على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الأسيان معربين عن بالغ الاعتزاز بما يربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين من وشائج الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة مؤكدين حرصنا واهتمامنا بتوطيد علاقات التعاون الثنائي في المجالات كافة والارتقاء بها إلى أفاق أشمل وصولا إلى مزيد من التكامل والترابط بما يلبي طموحاتنا وأهدافنا المشتركة ويسرنا أن نبارك عقاد أعمال هذه القمة المهمة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الأسيان مشيدين بما يربط بين الجانبين من علاقات أخوية تاريخية وتعاون وثيق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية وما تميزت به هذه العلاقات من تطور وتنام على كافة الأصعد والمستويات بما يعود على شعوبنا جميعا بالخير والنفع مؤكدين أن فرص توسيع التعاون المشترك بين الجانبين متاحة وميسورة بما يملكانه من قدرات وإمكانيات متنوعة من شأنها أن تسهم في تحقيق شراكة اقتصادية واسعة وتبادر للمنافع والمصالح وتضافر الجهود لإشاعة الأمن والأمان والاستقرار والسلام والتنمية والازدهار لصالح شعوبنا جميعا ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نعرب عن تقديرنا البالغ للجهود المخلصة التي يبذلها أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في هذه المنطقة الحيوية وتكريس الجهود العالمية لنشر ثقافة السلام والتعاون والإخاء الإنساني لما فيه خير وصالح شعوب العالم معربين عن تطلعنا بأن تحقق هذه القمة نتائج إيجابية ومثمرة في مسيرة التعاون المشترك مع دول رابطة الأسيان نعزز بها علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين دولنا وشعوبنا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال